زوم 63 صباح الخير من جديد مرحبا بكم الناس الكل وشكرا للاختيار كم زوم 63 زتسعة وحدش ندقيقة على نجمة في موضوعنا اليوم بلدية بنان من ولاية المونستير بحضور السيد رئيس البلدية بلدية بناني بشيكون حاضر بحثنا بعد شوية وبينصور انتوما المواطنين اللي تسكنوا في بنان انتوما اللي تنشتوا في المجتمع المدني تنجموا تكونوا معنا بتليفون على 73 ميتي وثمانية وسبعين ستة ميال برش حاجة تشحكوا فيهم بعد شوية انتوما خليكم معنا سنعطوا البداية بالدخلة مع سحافظ الشعب يريد كل ما كررها رئيسنا مئات المرات في حملته الانتخابية لكنه لم يلتزم بها شعبنا ولا اخر من يعلم وصحافته ولات ممنوعة من القصر يا خيبة المسعب نعم الشعب يريد الشعب يحب دولة عندها سيادة لا يرتع فيها التركي ولا الفرنساوي ولا الاماراتي ولا القطري الشعب يحب دولة تتحكم في مصيرها دولة ذات حرمة مش دولة دز الباب ودخل الشعب يريد صوت عالي واضح وغير مرتبك اللي يقول لنا كلمة رجعوله عشرة زيارة اردوغان وجولات سفير فرنسا في تونسنا البية خليتنا نشكوا اللي احنا اصحاب سيادة واللي احنا ستقلينها اصل واللي يغيذك اللي لكل مستعمر من المستعميري الامس الصبيحية متاعه طلقش كون يدافع على سيفير فرنسا اكثر من الفرنسيس وطلقش كون يدافع على اردوغان تقول راجل امه وبين هذا وذاك ضاعت ارض الاجداد وانتهكت حرمة البلاد وغاب الوفاة للوطن شرفنا وعرضنا وكرامتنا ما تتباعش بالفلوس ومصلحة البلاد قبل المصلحة الاديولوجية وحتى الفلوس موصلنا منها شيء فرنسا تهز ما تشاورش وتركيا عملتنا سوق السبت امتاحها وغرقتنا في الكريدي في لحظات كيف هكا يلزم تكون عنا دبلوماسية صحيحة واذكية ووطنية تلتحم بارادة شعبها تونس والدولة التونسية مجعولة لخدمة التونسيين ولا شيغ غير التونسيين اللي يباشير بحغيرنا على ظهوراتنا احنا اولى به واللي عنده عركة يعملها في داره قرار تونس بعدم التدخل في شأن الليبي والدفع نحو الحل السلمي جاء قرار حاشم واتقال بصوتواتي وبطريقة غير محترفة ويمكن يكون سبب ريحة الزيت اللي طالع من الكوجينة متعلق سر اللي يجمع بنا وبين اخواتنا الليبية اكثر من الحدود يجمعنا التاريخ والنسب والمصير الواحد علاقتنا بليبيا ما تنجمش تكون محل اي توظيف او مزايدات وكان زوز اخوة عاركو في دارهم تكون دارنا هي اللي روحولها الناس كل توكل وتشرب والداوي لانتهد انفوس والطيب لخواتر يا سيادة الرئيس الشعب يريد تونس امتاعه لا شرقية ولا غربية وليبيا والجزائر خطوط حمراء بالنسبة لكل تونسي شريف ومن كان له ولا لغير تونس فليخرج منها يزينا معانينا من الصباحية القدم ولا حاجة لنا بصباحية جدد اتك ساحسي حافظ لخصت اللي صار شوية البرح واللي البوليميك اللي صارت في البلاد الكل والبلبل هذي اللي خلقتها الزيارة الغير معلنة بين الظفرين وبين قوسين للرئيس التركي رجب طيب اردوغان نريم احنا حكينا فيه مطولا وخاصة ان موضوع منع صحفيين من التغطية والتعاند اللي صار البارح والسياسة الانتقاء اللي صارت زادة بش نختموا الاحديث على الموضوع هذي الكل اختمناه اليوم بدخلها متاعاتي حافظ وبش نختم انا بيخسن المو الحديث في هذي الكل بش نقول ان شاء الله رئيسة الجمهورية مؤسسة رئيسة الجمهورية تتجاوز في الزيارة القادمة مثل هالأحداث اللي صارت هذي اللي يمت في تعاملها مع الصحفيين في تواصلها مع المؤسسات الاهلمية وفي اعطاءها المعلومة لشعب تونسي لوقت اللي جينا رئيس مهما يكون رأوا بغض النظر على جنسية الرئيس اللي يجي بغض النظر على هذا الكل ووقت اللي جينا رئيس دولة التونس من المفروض انه شعب تونسي يعرف مخرجات هل زيارة هذية ولا مضمون الزيارة انجنغا مواصلين معكم في زوم 73 اتنج مودي ما توصلوا اصواتكم وتحكيوا على مشاكلكم وتوصلوا صوتكم على نجمة افام اذا كانت تحبوا تنجموا تبعثونا مساج فوكال على الباش فيسبوك متاعنا نجمة افام ابدا المساج متاعك بقالوا النجمة وبعثونا ديريكتما وتسمعوا كل يوم في الوقاية هذا